هل أنت بتحب الستة ولا لأ؟ أه طبعاً ولما تبقى في حالة حب تسمعها ولا لأ؟ أم كلسوم هي أيقونة العاطفة مش هايزة جدال وكلنا اتقرخ عواطفنا على أم كلسوم صحيح صحيح نعم مش هايزة جدال يعني أنا بقول لك دي طب هاي الخلاف كان خلاف شخصي أكتر؟ دي لا ما تأثرش دي مواقف عملية في الحياة لكن دي لا يمنع من أن أنا أجل أم كلسوم كقيمة وأجل أم كلسوم كمطربة من بلدي طبعاً وأعب فيروز كمطربة عربية طبعاً نعم غنت لمصر صح مصر يعني عادة شمسكي الذهب يعني كمان ده شيء أنا باحترمه في فيروز طبعاً خسني كان صديقي عبد الحليم حافظ يخدني دايماً أحياناً ونروح نزورها أم أنت كنت صاحب مين أكتر؟ حليم ولا سعيد؟ حليم وهو اللي عرفك على سعيد؟ طبعاً البيتة دي في العفش ده يعني ده مفيد هو بيت نادية لطفي شكله ايه تقول له اركوك من كيفش تليت قدامي يقول يا مفيد انت بتروح عند فتن حمامة ديكور بيته شكله ايه ايه ده يعني ديكور بيت سعاد حسني كان عامل ازاي تقصده بسيط يعني هل كان بسيط ولا هل هي كانت مهتمة بسيط الى عدم الاهتمام خذي بالك ان سعاد حسني دي لما خدتها معايا انا رحنا الاردن وجينا نتعشى في بيت فواحد من الاردنيين قال لي اخي هذا محمد الخطيب اللي هو مدير الازاعة هذا محمد الخطيب يقول كلام ما اده يقول له ليه بس يا فلان يقول لك قال ايه قال ايه سعاد حسني جاية تتعشى معانا فين وينه سعاد حسني فامحمد الخطيب يقول لها ست سعاد تفضلي وهي موجودة ايوه مش عارسها ايوه ياه سبحان الله في الاهايه الخاصة بسيطة ضد دي تفقد هذا الشيء من بساطتها لدرجة الفقد يعني لدرجة الفقد الراجل قال سلام عليكم يمكن ما خدش باله الراجل هيا دي هيا دي هيا دي هيا دي هيا دي ما خدش باله طب وروني الصورة تاني كده اللي فيها رحمة الله عليهم سيدة امال العمدة وسيدة نادية لطفي اه والسيدة سعاد حسن اه ده يوم الفرح ده ده انت يا استاذ بوفيد اه طبعا لا بقى لانك ده الشمال نادية لطفي اه لا ده شقيق كامل البطار سفير وده كان فرحه ولا ايه اه لا ده كان ليلة ليلة فرحك يعني دي الاستاذة امال نعم اللي بالطرحة اللي بالطرحة واستاذة سعاد سعاد حسني وناديا لطفي امال انت كنت فين في السورة دي؟ في الجنب كده يعني في القدام يعني انت احتفلت في يوم فرحك مع سعاد حسني وناديا لطف هم اللي جم في ذلك الليلة جم فين؟ جم الفرح اه الممكن يسا والشت